النهاردة ما بدأين كده كابتن هيسم شعبان عمل مباراة محترمة جدا قدام النادي الاهلي دافع بشكل كو جدا عرف ينظم دفاعه بشكل محترم جدا النادي الاهلي ما كانش عنده حلول في مباراة اليوم صحيح فرصة اثنين تلاتة فيه فرصة تشتم من رائحة الخطورة فيه فرصة كانت مؤكدة بس عدد الفرص اللي صنعها على النادي الاهلي قدام مرمى سيرباكروباترا مش كتير عامل عامل لم يختبر بشكل ضخم فأكيد النجاح للكابتن هيسم شعبان فبهنيه على التعادل اللي كان ممكن يبقى فوس كمان والسيرباكروباترا في المباراة الاخيرة بيقدم مباراة جيدة جدا عكس بداية الموسم اللي كان فيه بعض السعود والهبوط فيه النتائج أما النادي الاهلي وبيتسو موسماني تحديدا اللي بقى فيه علامات استفهام كتير قوي على إدارته للمباراة تشكيله للمباراة نتائج النادي الاهلي معاه مستوى اللعب معاه وعايزة نظم الكلام عشان أنا فاهم إنه فيه ناس يقيم ما واخده أقصى الشرق يقيم ما واخده أقصى الغرب مفيش حد أو يعني قليلين اللي بيتكلموا في النص أنا هبقى من اللي موجودين في النص دول بيتسو موسماني أكيد مدير فني ناجح مش بس عشان أرقامه وبطولاته كثيرة مع النادي الاهلي لا مش بس عشان كده عشان هو فعلا مدرب ناجح مدرب جيد بيقدر يدير مباراة بيقدر يحط خطة بيقدر يبقى عنده شوية تركات في المباراة بيقدر تشوفها تمام؟ فموسماني أنت ما ينفعش تختلف عليه مش منطق لا على مستوى النتائج ولا حتى على مستوى إداراته للمباراة السابقة مش باتكلم على المباراة الأخيرة للنادي الاهلي وبالتالي إحنا ممكن نتكلم على فترة هي فترة هبوط مستوى في بيتسو موسماني زي فترة هبوط مستوى مثلا كان محمد مجدي عفشو زي فترة هبوط مستوى محمد شريف زي فترة هبوط مستوى ممكن يتعرض لها محمد صلاح أو كريستان ونولد أو ليونين ميسي أو جورديولا أو مورينيو أو كلوب أو أنشلوتي اللي يكسب النهاردة الدول الأسباني أول مدرب في التاريخ يحصد لقب الدوري في الخمس دوريات الكبرى هنيجي على ريال مدريد بس كل الناس بتمر بهبوط مستوى الفكرة فين بقى؟ أو اللي مدايق جماهير النادي الأهلي إيه؟ أو اللي مدايق الملاحظين أو اللي شايفين أداء النادي الأهلي في الفترة الأخيرة والنادي الأهلي رايح ليه؟ ونفسة في منطقة القوة في دوري أبطال أفريقيا نصف نهائي دوري الأبطال قدام مفاق سطيف فاحنا على النادي الأهلي ممثلنا ممثل مصر فنقول رأينا نقول رأينا في الأداء زي أي حد بيحب الكرة مشجع، إعلامي، محلل أي حد بيحب الكرة يقول رأيه الأداء مش حلو أداء النادي الأهلي في الفترات الأخيرة مش حلو حتى لو كان في بعض المباريات اللي كان النادي الأهلي بيقدم فيها شكل مش حلو وكان بيكسب كان بنقول الشكل مش حلو ما هو أنت مش ممكن طول ما أنت بتقدم شكل مش حلو هتكسب على طول الخط على فكرة حد ممكن يقولك إيه؟ ما فرصة حسين الشحات لو كانت جات كنتش هتقوله كده أو فرصة بيرسي تاوي اللي في بداية الشهر التاني لو كانت ده خليد ما كنتش هتقول كده هي الحكاية مش كده الحكاية مش انتصار بس الانتصار مرتبط بالأداء لازم يبقى عندك ثبات في الأداء ثبات في المستوى آه الأهلي فريق منظم رغم كل المشاكل والأخطاء اللي حيما تبقى فردية دفعية أو هجومية بس فريق وقف على رجله مش هزين مش فريق سيء يقدر أي منافس يتلاعب به أو هو حتى ما يقدرش يوصل للجون بيوصل للجون بس انهاء الفرص بشكل خاطئ دي مسئولية لاعب ومدير فني الأخطاء الدفعية اللي بتحصل دي مسئولية لاعب ومدير فني التمريرات الخاطئة اللي بالجملة اللي بالجملة في النادي الأهلي دلوقتي اللعبة مش عارفة تمره للكرة البعض ده فيه كرة في ديئة أظن 91 كرة ثابتة فاول فاول الكرة وقفة على الأرض بتتبصها غلط لللي جنبه بتتبصها غلط ففيه مشكلة في التمريرات طيب دي مشكلة مين لاعب ومدرب هتقول لي لأ ما هو يعني هو هيعلمهم كرة آه يعلمهم كرة هو ليه بيب جوارديولا بيب جوارديولا هو ليه اللاعب مثلا اللي بيلعب مع بيب جوارديولا مختلف عن كل اللاعبين في العالم هو يعني برناندو سيلفا ولا كيفين دي بروين ولا خيسس ولا أي لعب موجود في مانشستر سيتي كان بيلعب بنفس الأداء دوت برة مانشستر سيتي لا طيب لو اللعبة دي مثلا زي ستونز مثلا ولا لابورت لو كانوا بيلعوه في مانشستر وينايتد كانوا هيلعبوا بنفس الجودة اللي بيعوه بيها مع مانشستر سيتي لا ليه عشان هو عنده إمكانيات بس المدرب اللي بيطورها المدرب اللي بيشتغل عليها بصمة المدرب بتبنع على اللاعب وقت مانويل جوزي ودائما المقارنة موجودة بين بيتسو وموسيماني ومانويل جوزي عشان الاتنين حققه ونجاحات كبيرة وعريضة مع النادي الأهلي انا ازاي نستلم ونسلم نباصي نشوت الكرة ازاي عجون انا اسمعت مرة الكابتر عماد ميتاب وبيقول لك ازاي لما كانت الكرة بتبقى عرضية ازاي بيوجهها بدماغه ده كان تعليم منويل جوزي المدرب مش بيحط تاكتك وبس مش بيحط تشكيل وبس بيعلم اللاعب كمان ما نتصوره نحنه انها اساسيات كرة القدم يعلمه مفيش مشكلة يعلمه اللي ناقص عنده كلنا عندنا نواقص في شغلنا علمه مفيش مشكلة ده ما بيحصلش او مش شايفينه او ممكن يكون بيحصل بس مش منور عشان كده في مشكلة بيتسو موسيماني لابد ان يتدركها سريعا في نفسه اولا وبعد كده في الفريق مرة اخرى ومرة الف الناس بتمسك يقولك الحق بيقولوا بيتسو موسيماني مدرب فاشل ابدا حاشل حاشل الله اكيد مدرب ناجح واجيد مدرب كبير واكيد هو افضل مدرب في القاة الافريقية حاليا اكيد بس ده مش معناه ان احنا لما هو الراجل هيغلط او يبقى عنده مشاكل في طريقة اللعب او في التشكيل او في الخطة نقول برضو ده هو اكبر مدرب فما ينفعش انتقاده ده مش صح في مشاكل في النادي الاهلي ونقلع على النادي الاهلي تحديدا عشان البطول الافريقية تحديدا عشان البطول الافريقية طبعا في الدوري نزيف نقاط متتالية والمنافسة تقترب بينه وبين الزمالك جدا فرق النقاط بيقل جدا خلاص الاهل لما هيخلص مؤجلاته هيبقى فرق نقطة بينه وبين نادي الزمالك لو خسر اليوم كان هتساوع مع نادي الزمالك انت بتنافس على الدوري وبالتالي فجدان النقاط بسهولة بسهولة في الفترة دي هتخسرك الدوري في الاخر زي ما حصل السنة اللي فاتت والزمالك نجح ببراعة شديدة انه يحقق انتصارات متتالية الموسم الماضي زي ما هو الزمالك دلوقتي بيحقق انتصارات متتالية مع جوسف ألدو فريرا مدرب قدر بسرعة يلم الفرقة واشتغل عليها قموما النهاردة لازم الاول نهني السيرامية كيلوباترة وبالنسبة للنادي الاهلي نحب جدا انه يركز اوي اوي من دلوقتي في مبارات وفاكس طيف خسارة جديدة في خط ادفاع النادي الاهلي النهاردة للأسف قبل مواجهة وفاكس طيف محمد عبد المعنى مخرج من المباراة مصابت عارفين بدر بنون ورام ربيعة ومحمود متولي اصابات في خط الدفاع النادي الاهلي وبالتالي دلوقتي مفيش غير ياسر ابراهيم وايمن أشرف في خط الدفاع يعني قوام النادي الاهلي مليان لعيبة اعنا بس بوقف عند فكرة انه الارهاق والامور البدنية وضغط المباراة قوام النادي الاهلي هو اكتر فريق في الدول المصري عنده قوام شبه متكامل شبه متكامل تقدر تعمل التدوير بشكل اللي انت عايزه لكن النهاردة لما تيجي تشوف ميكي سوني مش جاهز لما تيجي تشوف محمد محمود مش جاهز لما تيجي تشوف كريم فؤاد مش جاهز لما تيجي تشوف محمود وحيد مش جاهز ما دي اللعيبة اللي المفروض أصلا لعيبة كبيرة مش جاهزة مش جاهزة ليه؟ ده شغل مدير فني وجهز فني عشان تقدر تعمل التدوير تبقى لعيبة كلها جاهزة وبتشتغل بشكل كويس عموما دي مباراة الاهلي وسيراميكا كلوباترا اللي خلصت واحد واحد النهاردة الاتحاد سكندري مع الكابتن عماد النحاس اول فوز للكابتن عماد النحاس مع الاتحاد فاز اليوم بنسائج كبيرة على قصد المحلة 3-0 مبورولو الهدف الاول في ديئة 40 وفي ديئة 73 بين يمين بواتنج يضيف الهدف الثاني للاتحاد وفوز الحناوي يضيف الهدف الثالث في ديئة 79 اما الاسماعيلي فخسارة اخرى جديدة في الدوري الممتاز خسارة كبيرة وخسارة مش مفهومة والاسماعيلي يواصل السكوت هدف واحد هدف لطلاع الجيش 1-0 امام الاسماعيلي هدف الجيش سجله احمد سمير في ديئة 59